مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة طق صيفي معتدل إلى صيفي عادي أثناء النهار لطيف أثناء الليل لكن في ساعات الصباح الباكر يميل إلى البرودة وبتكون الرطوب النسبية مرتفعة وهناك حاجة لبعض الملابس الأكثر دفئا مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة ورطبة أيضا نسبة الرطوبة حوالي 85% وبالتالي تتشكل الشابورة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قليلا والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة خلال ثلاثة أيام قادمة أجواء صيفية عادية إلى معتدلة أثناء النهار درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أحب أشير هنا إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية ومعدل الصغرى بحدود 19 درجة مئوية والصغرى ليوم الأحد المناطق الشمالية إربد 34 و21 العظمى عجلون 32 و20 جرش 35 و22 والمفرق 35 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 32 و21 مأدبة 31 و20 وعمان 31 و20 الزرقاء 35 و22 أجواء حارة نسبيا الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 39 إلى 30 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الكاركتنين 30 و19 الطفيلة 30 و19 وشراء 29 و17 إمعان حارة نسبيا 35 و19 والعقبة أجواء حارة 41 إلى 25 درجة مئوية والمنطقة الشرقية أجواء حارة الأزرق 39 إلى 22 الصفاوي 39 و21 والرويشد 39 إلى 22 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا